بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحبكم ابنائي وطلاب الصف الأول تأهيلي في مادة ترياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم الأستاذ عبدالله المالكي معلم تربية خاصة تخصص علاقة عقلية وعلى بركة الله ابنائي نبدأ درسنا لهذا اليوم استخدام الساعة الرقمية استخدام الساعة الرقمية تعرفنا في درس سابق على الساعة الرقمية وكيف نقرأ التوقيت للساعة الرقمية نعرف الساعة الرقمية كما ذكرنا هي ساعة تظهر الوقت من خلال الأرقام إذن هي ساعة تظهر الوقت من خلال الأرقام كما تشاهدون لدينا هنا أرقام تظهرها الساعة يدل على التوقيت إذن هي ساعة تظهر الوقت من خلال الأرقام ولذلك سميت بالساعة الرقمية إذن سميت بالساعة الرقمية استخدام الأرقام في التوقيت تنطلق أهمية الوقت في حياة الفرد وكذلك المجتمع من عدة أمور أهمها إدارة الوقت التي تساعد على ضبط التوازن في حياتك ما بين ما يجب عليك عمله من واجبات ورغبات وكذلك الأهداف وأيضاً الالتزام بالمواعيد وكذلك الواجبات الدينية والاجتماعية يزداد وينعكس على تعاملك مع الآخرين وينشر الاحترام وكذلك الإيجابية في المجتمع إذن هذه هي أهمية الوقت وكذلك نلاحظ بناء الطلاب خلال اليوم هناك إدارة للوقت نبدأ من وقات الدينية ووقات الصلاة وكذلك يومنا العمل في المدرسة بداية الطابور وكذلك الحصد الدراسية وكذلك الإنصراف في المدرسة كلها حسب التوقيت في النشاط الأول أبناء الطلاب صلق قراءة الساعة المطابقة لساعة محمد إذن كما تشاهدون لدينا هنا ساعة رقمية وكما ذكرنا الرقم على اليسار يمثل الساعة أحسنتم والرقم على اليمين يمثل الدقائق إذن الرقم على اليسار يمثل الساعة هو الرقم على اليمين يمثل الدقائق نقوم بقراءة هذا التوقيت إذن لديه هنا الساعة الخامسة تماماً عندما نرى الأصفار في خانة الدقائق فإننا نقول تماماً الساعة هنا الخامسة تماماً الساعة الخامسة تماماً كما ذكرنا هنا المؤشر على اليسار يشير إلى الساعة سنتم الساعة والمؤشر على اليمين هنا يؤشر إلى الدقائق الدقائق إذن تقرأ الساعة الخامسة تماما عرفنا هذا المؤشر يشير إلى الساعة الخامسة تماما على اليسار المؤشر يشير إلى الساعة والمؤشر على اليمين يشير إلى الدقائق ونقوم بقراءة هذا التوقيت لدينا هنا الساعة الثامنة يحسنتم وخمسة عشر دقيقة أو الساعة الثامنة والربع الساعة الثامنة والربع يضح القراءة الساعة المطابقة لساعة محمد ونشاهد هنا لدينا ساعة محمد تشير إلى الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة أين هو التوقيت المماثل لساعة محمد أحسنتم إذن التوقيت كما نشاهد هنا الساعة الثامنة و 15 دقيقة أو الساعة الثامنة والربع نقوم بإيصالها بالساعة المطابقة لساعة محمد إذن لدينا هنا الساعة المطابقة لساعة محمد نقوم بإيصالها تعرفنا على وقت ابناء الطلاب لدينا هنا الساعة الثامنة و 15 دقيقة ساعة الثامنة و 15 دقيقة وتقرأ الساعة الثامنة والربع الساعة الثامنة والربع أنواع الساعات كما تشاهدون من الطلاب لدينا هنا مجموعة من الساعات نتعرف على هذه الساعات لدينا هنا الساعة الحائطية الساعة الحائطية وكما تشاهدون ساعة حائطية رقمية وكذلك ساعة حائطية ذات العقارب وأيضا لديه هنا ساعة المنبه ساعة المنبه كما تشاهدون ولديه هنا ساعة اليد ساعة اليد وكما تشاهدون أيضا يوجد منها الساعة الرقمية وكذلك ساعة العقارب إذا كانت هذه هي أنواع الساعات أصناف الساعات أيضا نقوم بتوصيل أصناف الساعات المطابقة أو المماثلة لها لدينا هنا ساعة يد وكذلك ساعة المنبئ وأيضا الساعة الحيطية ونشاهد هنا في القائمة أو العمود الثاني أيضا مجموعة من الساعات ساعة يد وكذلك الساعة الرقمية حسنتم وأيضا ساعة الحائط نقوم بإيصالها بالمماثل لها لدي هنا ساعة اليد وهي ساعة ذات العقارب ولدي هنا أيضا ساعة يد ولكن ساعة رقمية تستخدم الأرقام لدي هنا ساعة المنبئ نقوم بإيصالها بساعة المنبئ وأيضا لديه هنا الساعة الحائطية ذات العقارب وأيضا الساعة الحائطية الرقمية نقوم بإيصالها إذن لدينا هنا أصناف الساعات ساعة اليد وكذلك ساعة المنبه وأيضا الساعة الحائطية في هذه الساعة بناء الطلاب وهذا المؤشر نشاهد كما ذكرنا لدينا هنا المؤشر على اليسار يشير إلى كما ذكرنا الساعة والرقم الذي على اليمين يشير إلى الدقائق وكما تشاهدون لديه هنا الثواني نتعرف على الموقع الذي أمامنا نقوم بقراءة هذه الساعة إذا لديه هنا الساعة الواحدة أحسنتم الساعة الواحدة وخمس دقائق إذن كما ذكرنا الرقم على اليسار يشير إلى الساعة والرقم هنا على اليمين يشير إلى الدقائق إذن هنا يشير إلى الساعة وهنا يشير إلى الدقائق لديه هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق سوف نقوم ببناء الطلاب بشرح الساعة الواحدة وخمس دقائق على ساعة العقارب وكما تشاهدون لديه هنا ساعة العقارب وكما ذكرنا لديه هنا ساعة العقارب العقرب الصغير يشير إلى الساعة والعقرب الطويل يشير إلى الدقائق سوف نقوم الآن بتمثيل الساعة الواحدة وخمس دقائق إذن لدي هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق كما تشاهدون إذن هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق لدي هنا الدقائق خمس دقائق عشر دقائق خمس طعش دقيقة وتقرأ ربع ساعة وهنا عشرون دقيقة وهنا خمسة وعشرون دقيقة وهنا نصف ساعة أو ثلاثون دقيقة إذن هنا الساعة الواحدة وخمس دقائق ساعة الواحدة وخمس دقائق لديه هنا بناء الطلاب مجموعة من الساعات الرقمية نريد التعرف على هذه الساعات الرقمية وكذلك التوقيت الموجود في هذه الساعات الرقمية إذن نقوم بقراءة التوقيت الذي أمامنا لديه هنا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة إذن لديه هنا الساعة تشير إلى الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة كما ذكرنا الرقم على اليسار يشير إلى الساعة والرقم الذي على اليمين يشير إلى الدقائق إذن هنا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة إذن هنا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة نقرأ هذا الموقع هنا أو الساعة الرقمية إذن هنا الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة الساعة العاشرة وثماني وثلاثون دقيقة لديه هذا المؤشر لديه هذا المؤشر يشير إلى الساعة أحسنتم الثانية عشر تماما لديه هنا الساعة ولديه هنا الدقائق الدقائق كما تشاهدون من الطلاب لديه هنا الساعة الثانية عشر عندما نرى الأصفار في هذا المؤقت فأنها تقرأ تماما تصبح لديه هنا الساعة الثانية عشر تماما لديه هذا المؤقت هنا الساعة نقوم بقراءتها أحسنتم إذن لديه هنا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة الساعة العاشرة وخمسون دقيقة سواء توقيت صباحي أو توقيت مسائي إذن الساعة التاسعة وثلاثة عشرون دقيقة قد يكون صباحا أو مساء وأيضا الساعة العاشرة وثمانة وثلاثون دقيقة وكذلك لديه هنا الساعة الثانية عشر تماما والساعة العاشرة وخمسون دقيقة في هذا النشاط ضع دائرة حول التوقيت الصحيح إذن هنا قراءة نريد أن نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة لهذا التوقيت المطلوب إذن التوقيت المطلوب الذي هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة الساعة الثانية وعشرون دقيقة إذن المطلوب بناء الطلاب الساعة الثانية وعشرون دقيقة نقوم بقراءة الأرقام التي أمامنا لذلك هنا هذا الموقع يشير إلى الساعة الثانية تماما الساعة الثانية تماما لماذا قلنا تماما؟ كما ذكرنا عندما نرى الأصفار في خانة الدقائق فإننا نقول تماماً إذن هنا تشير الساعة إلى الساعة الثانية تماماً الساعة الثانية تماماً لدي هذا المؤشر هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة أحسنتم هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة المطلوب لديه هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه الإجابة إذن نضع دائرة حول هذه الإجابة الإجابة الصحيحة ساعة الثانية وعشرون دقيقة نقوم بقراءتها نشاهد هنا الساعة الثانية وعشرون دقيقة ساعة الثانية وعشرون دقيقة نصل الساعة الرقمية بالتوقيت المماثل لها لدينا هنا مجموعة من الساعات الرقمية وكما نشاهد التوقيت في هذه الساعة نريد إيصاله بالتوقيت المماثل في هذه المجموعة لديه هنا الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة أين التوقيت المماثل لها هنا أين نجد التوقيت المماثل حسنتم الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة نقوم بإيصالها بالتوقيت المماثل لها إذن هذا هو التوقيت المماثل الساعة العاشرة وثماني وثلاثون دقيقة لدي هذا المؤشر هنا الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة أين نجد التوقيت المماثل للساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة أحسنتم إذن الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة هذا هو التوقيت المماثل لها لديه هنا الساعة نقوم بقراءة هذا التوقيت نقرأ هذا التوقيت ونقوم بكتابته أحسنتم إذن هنا الساعة الثانية عشر تماما الساعة الثانية عشر تماما إذن هنا الساعة الثانية عشر تماما أي نجد التوقيت المماثل إذن التوقيت المماثل للساعة الثانية عشر تماما نجده هنا بقي لدينا الساعة العاشرة وخمسون دقيقة نقوم بإيصالة بالتوقيت المماثل لها كما تشاهدون الساعة العاشرة وثمانية وثلاثون دقيقة في هذا النشاط بناء الطلاب ضع خط تحت القراءة الصحيحة للساعة الرقمية لدينا هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق المطلوب هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق أي نجد الساعة الثامنة وعشر دقائق نقوم بقراءة التوقيت لدي هنا الساعة أحسنت والثامنة تماما ولدي هنا الساعة الثامنة وعشر دقائق وقوم الطالب بإيصال هذا النشاط والتعرف على التوقيت المماثل لهذا النشاط وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته